لم يبقى أمام مجلس النواب والحكومة سوى انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف بينهما حول تحديد موعد إجراء الانتخابات فبعد إرسال الحكومة طلباً للمحكمة بإصدار قرار يلزم مجلس النواب بالتصويت على موعد إجراء الانتخابات أرسلت رئاسة مجلس النواب استفساراً تسأل فيه إن كان من صلاحية المجلس تأجيل موعد الانتخابات أم لا في ظل استمرار انسحاب الكتل من الجلسة وعدم التوافق حيال موعد إجراء الانتخابات النيابية بدأت الجلسة اليوم في نصاب كامل وكان هناك كتاب جاء من مجلس الوزراء يطالب مجلس النواب بالمصادقة على موعد الانتخابات في 12-5-2018 هذه الأمور حقيقة لم يحصل عليها اتفاق بالتالي قال السيد رئيس مجلس النواب هناك كتاب قد أرسل المحكمة الاتحادية يقول هل من صلاحية مجلس النواب تأجيل الانتخابات البرلمانية كما أن الحكومة قد أرفع الكتاب السابق للمحكمة الاتحادية نواب اتحاد القوى العراقية وبعد عقد الجلسة وتحقيق النصاب بحضور 229 نائبان انسحبوا منها رافضين التصويت على الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات في 12 من شهر آيار 2018 لعدم التزامها بالوعود التي قطعتها بعودة النازحين واستقرار المناطق المحررة كان هناك انسحاب لأغلب ممثلي المحافظات المنكوبة بخصوص الحكومة ألزمت نفسها أنها ستعيد النازحين ستضمن استقرار المناطق لكن لحد الآن لم نرى شيء على أرض الواقع نحن نلتزم بالتوقيتات الدستورية وفي نفس الوقت على الحكومة أن تلتزم بما صوتت عليه في مجلس الوزراء وأعتقد هنا أربع نقاط من ضمنها ضمان عودة النازحين استقرار المناطق نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتوافق مع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني انسحبوا أيضا من جرسة اليوم مجددين اعتراضهم على الموعد الحكومي لغياب الاستقرار السياسي في المناطق المتنازع عليها فترة التي حددها 12-5 نشعر بأنها غير ملائمة لإجراء الانتخابات خاصة في المناطق المتنازعة والمناطق بعد 16 أكتوبر فالمناطق التي استولى عليها من طرف واحد وطرد الإدارة المحلية فهذا خلق أجواء من النزوح من المسائل التهجير ولم يحظى مقترح تأجيل انتخابات مجالس المحافظات مقابل تثبيت موعد الانتخابات النيابية المقدم من بعض النواب في جلسة اليوم بالتوافق لتقرر رئاسة المجلس استئنافة جلسة يوم الاثنين المقبل وقررت رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع موسع يوم غد لحسب موضوع المصادق على تحديد موعد للانتخابات وقانونها والوصول إلى صيغة توافقية بين مختلف الكتل من داخل مجلس النواب ببغداد أحمد عرام الحرة